مرحبا عزائي متابعي قناة برلين بعيونة عربية اليوم عندنا اي عطل يصير عندك تقدر تتواصل بالهاتف خصوصا نسيان الباسورد اي عطل يصير عندك تقدر تتواصل ويا شركة ابل شون تتواصل وياهم طريقة سهلة اما عن طريقة شات او اتصال راح تنزل هذا التطبيق اللي تابع الشركة ابل راح تركه بصندوق الوصف اللي هو هذا راح ينطيك الهواتف اللي عندك المتصلة فمثلا انت عندك الايفون انا عندي ثلاثة متصلين فانطاني اياهم الاجهزة مالتي والايكلاود وينطيك هنا الابل اي دي والابل ميوزيك ولو شفت مور ينطيك ابل تيفي هذولا كلها خدماتهم فمثلا اني عندي الايفون مالتي مثلا الايفون ستة مثلا اقول لها الريبير فيزيكال الباتري سيرفيس مثلا راح يقول للبطارية تريد هنا مثلا للبطارية اذا مثلا بيها عطل اما شات او كول لو شات راح يطول تقريبا دقيقتين تقريبا شوفوا هنا شات يقول 5 minutes or less احنا نسوي end الشات يعني الرسالة راح تطول دقيقتين او اقل وراح يتواصلون اياك باللغة الانجليزية وبالنسبة للكول حسب قسم منهم عربي تواصلوا اياهم وقسم منهم انجليزي بس هنا كونتاكت انجليز بالانجليش هذا اللي تقدر اي شي اي شي اي شي مثلا الباسوورد مثلا الباسوورد مالتك الايميل اي عطل عندك بالهاتف تقدر تتواصل وياهم اذا نسيت الباسوورد اذا تريد تسوي رسيت للابل اي دي فهذا كله موجود هنا بهذا التطبيق المهم اللي لازم تحافظ عليه وتنزله فلوق بسيط ان شاء الله استفاديته لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجراز شكرا جميع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة